فين أدم أمير؟ أدم؟ بقول لك إيه؟ فيلم حقول إنسان ده مش هيكل معايا بقى أنا أدي لك الأمان تعمل معايا كده؟ أعلم معاك يا سيف أرجو شفاهم حاجة لا فاهم بس انت استعبط هتعمل لي فيها عبيت؟ هفهمك الحقيقة واحدة واحدة حقيقة إيه سيف؟ الحقيقة إنك عرفت مني معلومة إن أنا رفعت المرأبة عن نانسي عشان كده بدأت تتحرك بمنتهى السرعة وخدت أدم خبيته بمكان أمين وتاني مرة بص لي أنا متكلم تاني مرة حصرتها قلت لها خلي بالك أنت مترقبة عشان كده هربت أدم المزرعة قبل مجبس عليه أنت مهصت لي شغلي رد علي أنت تسطرت على إرهاب يا دكتور يا سيف صدقني لما كنتش عرف على خطهم بعد غير متأخر وبالصدفة ولما عرفت مبلغتش لي يا محترم لأن خفت عليها يا سيف يا حنين وحسيت إنه بريء ما أنا عارفك طول عمرك قدام اللطافة صحبي وعارفه أنت كده تسطرت تسطرت على الإرهابي يعني القانون هيعاقبك هيعاقبك بتهيلي يا سيف بي إن الجريمة الأكبر إن إحنا أقدم واحد بريء للعدالة ولا إيه رأيك قدام مش بريء لا قتل وسرق قتل دفاع على النفس سرق دي بقى مشكوك فيها يعني إيه بقى ما عليك يا ريت تفاهمني عشان أنا مش عارف شغلي كويس الحكاية فيها شخص ثالث يا سيف بي شخص سارق ولو إنت فعلا عايز توصل للحقيقة لازم تقبض على الرجل ده لأن الرجل ده هو الوحيد اللي في إيده إنه يحل اللغس ندل طول عمرك ندل تطلع من كتبة وتخش في كتبة دانية إنت اللي مش عايز تشوف الحقيقة يا سيف بي ما عندك عارفها كويس يا أخي كل همك إنك تقفل قضية وخلاص تقفل القضية وتريح دماغك وتترقق كمان في النص وطبعا عشان تقفل القضية لازم تمسك آدم حتى لو كان بريء آدم مش بريء إنت عارفت منين يا سيف بي إنه مش بريء خلاصت التحقيق مش فيه سارق لازم تقبض عليه مش فيه هارد ديسك عليه الجريمة المتصورة لازم تشوفها الأول قبل ما تحكم عليه بالإعدام تعرفت الأدلة دي كلها منين مش مهم منين يا سيف مش مهم منين المهم إنها الحقيقة وإنت عارف ده كويس حسجينك يا أمير أنا مش متورط في حاجة يا سيف بي حسجينك من كالحاجة والبلد فيها قانون طوارق كل حاجة في إيدي قانون الطوارق ده تخلهولك أنا مواطن أمريكي يعني اللي إنت بتقوله ده ما يمشيش علي تبتتحدى لي أنا بفوقك يا سيف بفوقك لإنك ساعات زكائك بيخونك وبتقع منك حاجات في المتهى الأهمية ولو عايز مني النصيحة أقبض على السارق يا سيف أقبض عليها عشان توصل بالحقيقة اللي إنت بتقول اللي إنت عايز توصل لها مش أنت مواطن أمريكي؟ وحياة أمي منعتك برضو يا سامي يا بنتي مصرة تشتغلي مع البيت اللي اسمها لولوس دي والنبي ياما الشغل مع لولوس ده رحمني من اللف والبهدلة طول النهار وبعدين لو ما كانتش اشتغلت معها كنا حنعرف منين إنه قدم هناك أصلا يعيني عليك يا قدم يا ابني مطلق التنفوس اللي يسوى اللي ما يسواش استرها عليه يا رب عارفة ياما لو لولوس دي مش جدعة ما كانش قدم عمره رح لها أموما بلغيه روح يستخبى عند خاله عامر ده أمن مكان ممكن استخبى فيه دلوقتي وربنا يسترها عليه يا بنتي وأنا مفاهمة عامر على كل حاجة عشان يقابله هناك حاضر يا أمو، أنا هبلغه وأديله العنوان يا رب قادر يا كريم تسترها عليه وعلينا، يا رب أيوة أيوة مركول يا جماعة، أنا انجحت أنا بقيت حاصلة على لسام صحوق آآ، بابروك يمرزوا بابروك أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا وأعطنا اليوم واغفر لنا زنوبنا كما نغفر نحن للمزنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين أنا محتاج لك يا ويرو مش عارف أبدأ معك الكلام منين؟ ولا إزاي؟ مش عارف أطلب منك إيه ولا إيه؟ أنت شفت اللي حصل وشفت أدي إيه دا مظلومة وشفت أدي إيه هو إنسان كويس ما هو لو ما كانش كويس ما كانش دافع على الوحدة لاي من دينه ولاي من أهله الفكرة أن المشكلة بقت كبيرة قوي بقت أصعب من أن أي إنسان عادي يقدر يحلها أنت الوحيد اللي بيدك الحال يا رب أكيد زي ما كان لك حجمة في اللي حصل عندك الحل أنا أكتر حاجة واجعيني إن هو ما بيحملنيش الزمن رغم أن أنا السبب إن حياته ومستقبله كله تضمر وأنا مش عارف أعمله إيه مش بيدي حاج عاملها يا رب عشان خطري يجعلني وسيلة تخرجوا بيها من المحنة اللي هو فيها زي ما جعلته هوها وسيلة تحميني بيها من الشعر اللي كنت فيه عشان خطري يا رب عشان خطري ابن بني شغيرة عشان خطري ابن بني شغيرة عشان خطري ابن بني شغيرة ما هذا ما يحصل وطبعا لو عارف ان انت بتجيلي عيادة هيعملك مشكلة كبيرة اهم حاجة بس يا سهال لازم تقوم رغبتك في شرب الحشيش زي ما اتفقنا لو جاتلك الفكرة اشغلي نفسك باي حاجة خلي بالك من نفسك معصر يا خش يا بنتي الف حمد الله على سلامتك خش يا هانا ده مهم ان كان بيتك ومطرحك زي حضرتك يا بابا مهلش 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 بابا مهلش الله ايبر وقفل الابا راك انسانك ما يخاطبش انساني لقد مموت بحت الشر عليك يا بابا شر مفي شر بعد ان انت عطتيني فيها انا ده ان اتمنى الموت مهلش كده مهلش كده اعيش ازاي اعيش ازاي وليه بعدما حتلت راسي في الوحن ليه انا عملتلك ايه ده أنا عشت تقول عمر ربيكي حلم اليوم اللي أفرح بيجي فيه تقوم قطمت وزتي وحنيت راسي ما تجيش غير منك أنت راسك حتبدل دايما مرفوعة وعمري وزتك ما يتقضي أنا جتبت عليك يا باب أنا وقادم مغلطناش زي ما قلتلك دي دي بنتكلمي مجد أنا والله العظيم هي دي الحقيقة والله العظيم أنا بس اضطريت أقولك كده لما لقيتك مصر تجوزني للديسي وما لقيتش حل تاني يعني قادم ما تحكش عليكي أنا هتكوني بتقوليلي الكلام ده عشان تهوني علي يا بابا قادم بيخاف ربنا ومش معنى ان احنا بنحب بعض يبقى حنعمل كده إلا في الحلال وده اللي احنا طالبينه منكم مش أكتر طيب أنا اتأكد ازاي من الكلام اللي انت بتقولي ده لو ما كنتش مصدقني يا بابا ممكن اروح للدكتورة تكشف عليك خلص بقى سامي مفزعليش منه يا مجنون انت عارفة ان انا عملت كده عشان بخاف عليك طيب يا رب اموت لأفضلت زعلاني بعد الشر عليك بس يبقى خيف في ايدك بعد كده والله يا اخوي انا ما هاجي المكان ده تايني بس انا جيت النهاردة علشان امك قدتلي انك تروح لخلك في المزرعة ودي الورقة دي فيها العنوان مزرعة خلي بيعمل ايه في المزرعة بيشتغل خلي بيشتغل في المزرعة ربنا يا كريمة ويكرمك انت كمان يا حبيبي خلي بلك من نفسك شاء الله امير يا ترى سهب بتخليني فعلا ولا انا اللي بقيت شكك في كل الناس ما انا مش فهم ايه حجتك في المرواح لامير كل شوية الحكاية دي مش داخل عليها شام مريحة مش كويه سهل بس انا بقى اكيد حازبوتكم متلبسين في يوم القيام بتا ازاي سكت عليها كده ما تقوم تقودها من شعرها وترميها كده من البلاكولها وتقلص نعم احدى سيف اعقل اتأكد الاول وازبوتهم متلبسين وبعدين ابقى اعمل لانت عايزهم يبقى من كان مراتك وده شرفك واي فضيحة كده ولا كده هاتبقى مش كويه سعلى شهرك تخافتوا بها ولا ايه ولا خافها على نفسك لا تتأكد خص انا اقول انت ازيل في مراتك ممكن تعمل فيك كده انا لازم اعرف ايه اللي بينها وبين امير لازم يا حبيبي 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 يا حبيبي يا حبيبي وحشتني وحشتني قادم وحشتني ودورت المزرعة اخبارك ايه يا حبيبي رحمة الله طمين عليك تعبان ايه اخير معليش يا ناسف انا جاي اتقل عليك شوية وعد عندك ايه من ثلاثة ايه اللي انت بتقوله ده انا ما صدقت ان انا جيت هنا انا خيالك يا ابني لازم استحملك العمر كله والخيال والد عشان كده مش عايز اوارتك معي مش عايز اجيب لك مش عايز اجيب لك